خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية يا دعاء المؤمنين فجر بينور سنين يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تقسم اللؤمة الهنية والعمل والرزق نية مصر مصر دايما مصر يدهشني دائما أن كاتب هذا الكلام الذي يقطر محبة لمصر أمه سورية أبوه لبناني اسمه فؤاد حداد ويعتبره شعراء العامية المصرية جميعهم كبيرهم الذي علمهم السحر لكل شعب خصلة مؤسسة والخصلة المؤسسة للشعب المصري هي في رأيي الجدعنة الجدعنة مزيج عجيب فريد من نوعه من الشهامة والكرم وإغاثة الملهوف والإيثار والتضحية بالذات في سبيل الأحباب تاريخ مصر بأسره هو تاريخ الجدعنة تحققاً وتفلتاً روايات نجيب محفوظ بأسرها هي روايات الجدعنة انتصاراً وانكساراً المصري الفرد قد يغفر لك كل خطيئة بحسه الأخلاقي السمح لكنه لا يغفر لك أبداً الخصة وهي عكس الجدعنة مصر الدولة منذ بداية التاريخ تضع مصلحة إقليمها فوق مصلحتها تخوض حروباً دامية بلا عدد كي ترسي مبدأ العدالة كي تدافع عن حقوق شعوب طردت من أرضها ظلماً وعدواناً حتى وإن كان الثمن مئات الآلاف من الشهداء والجرحة والمليارات من الخسائر الاقتصادية الخسائر التي جعلت الاقتصاد المصرية يفقد فرصاً ذهبية للنهوض والازدهار أفقدت الجدعنة مصر رجالاً ومالاً ولكنها تظل أجمل ما في مصر والمصريين ومنجم ذهبنا الأخلاقي مرة أخرى يقول عمنا المجدع السوري اللبناني المصري سيد شعراء العامية المصرية فؤاد حداد في قصيدة تبدو وكأنها عن مصر بينما هي في حقيقة الأمر عن الجدعنة يا دعاء المؤمنين فاجرب ينور سنين يا أحن من الحنين أم كل الإنسانية تقسم اللؤمة الهنية والعمل والرزق نية مصر مصر دايماً مصر مصر التي يستتر بجدعنتها الإقليم كلما مسه الضر أو الظلم أو العدوان حزمة الأخبار تأتيكم من القاهرة عاصمة الخبر ترجمة نانسي قنقر